ذكر الدار ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له وذكر الآخرة يطرد الهموم والأحزان ويهون المصائب قال ابن حزم رحمه الله بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم الذي هو المطلوب للنفس فلم أجدها إلا التوجه إلى الله عز وجل بالعمل الآخرة